المبشرون بالجنة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وصيامكم وصلاتنا وصلاتكم وسائر أعمالنا إنه على كل شيء قدير اليوم ونحن نودع الشهر الكريم نودعكم بسيرة عطرة لإحدى أمهات المؤمنين التي هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية ولدت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل الهجرة بثمانين وعشرين سنة وتوفيت في عام اثنين وستين من الهجرة وعمرها تسعون سنة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين الشريفات الطاهرات العفيفات الصديقات المصدقات من السابقين الأولين إلى الإسلام زوجها كان أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه بره بنت عبد المطلب أسلم قديما أبو سلمة قيل أنه رقم 11 في الإسلام وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة والإخلاص والصدق والوفاء من الله به عليم فهو ابن عمته وهو أخوه من الرضاعة وهو صديقه الذي أكاد لا يفارقه فأسلم رضي الله تعالى عنه أرضاه قديما وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى وهاجرت أم سلمة معه أيضا مرتين وأول مهاجر إلى الحبشة هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأول ضعينة إلى المدينة أيضا ضعينة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أبو سلمة شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وقيل أنه أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو بدري وحدي وهذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي تبكي فعزاها في أبي سلمة وقال اصبري واحتسبي وقولي اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها فقالت ومن خير من أبي سلمة يا رسول الله لكنها امتثلت إلى هذا الكلام وقالت اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها تقول فلما قلت هذا أخلفني الله خيرا من أبي سلمة مع أني كنت أقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة لكنها امتثلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها فأخلف الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا خطبها عمر فأبت وخطبها أبو بكر فأبت ورفضت وقيل أن الرسول خطبها مرة فأبت ثم خطبها مرة ثانية فدخل عليها عمر وتكلم عليها ووبخها وكيف تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت رضي الله تعالى عنها وأرضاها على زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نبحر أيضا في هذه السيرة الجميلة وقعت لها قصة مؤثرة جدا في هجرتها مع زوجها أبي سلمة أبو سلمة لما رجع من الحبشة دخل في جوار أبي طالب دخل مكة في جوار أبي طالب ألا هو خاله فاستجار به فأجاره وبقي أبو سلمة وزوجته في مكة حتى مات أبو طالب ولما مات أبو طالب نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ما لم ينالوه في حياته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يهاجروا إلى المدينة بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى وعذاب من زعماء قريش خاصة بعد وفاة أبي طالب فهم أبو سلمة وأم سلمة بالهجرة لكن أهلها منعوا أبو سلمة من السير بها إلى المدينة فهاجروا منفردا وأتى ابن عبد الأسد قوم أبي سلمة فحازوا ابنها سلمة إليهم فظلت أم سلمة في حزن تبكيهم حتى رق أهلها لحالها وتركوها تلحق بزوجها إلى يثرب ومعها ابنها سلمة خررت أم سلمة مع ابنها تنوي الهجرة إلى يثرب دون رفيق فرأها عثمان بن طلحة وسألها عن وجهتها فأخبرته إمرأة تمشي من مكة إلى يثرب لوحدها ليس معها إلا الله وطفلها الصغير سلمة لكن هذا الرجل عثمان بن أبي طلحة أو ابن طلحة كان رجل عربي شهما فأخذ بخطام دابتها ورحل بها إلى مشارف المدينة وقفل راجعا وفي المدينة أنجبت أم سلمة ثلاثة أولادهم درة وعمر وزينب أما ولدها سلمة فولد في الحبشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تقول المسلمة خرجت مهاجرة إلى المدينة شرفها الله خرج مع رجل من المشركين تقول وكان ينزل بناحية منها إذا نزلت ويسير معها إذا سارت ويرحل بعيرها ويتنحى إذا ركبت فلما نظر إلى المدينة المباركة لها هذه الأرض التي تريدين ثم سلم عليه وانصرف أي شهامة هذه أي سمو أخلاق هذا مع أنه كان كافرا ولكنه أبت نفسه عليه أن تخرج امرأة عربية شريفة لوحدها إلى المدينة دون أن يكون معها أحد يرافقها يدافع عنها يقف معها إذا احتاجت إلى شيء فكانت تثني عليه أم سلمة وتقول نعم الرجل كان فلان نعم نعم الرجل كان فلان نواصل إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد المبشرون بالجنة مع الدكتور موفق كدسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا مع سيرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة وبنى بها وكانت ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة وكانت ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في سبع غزوات في الخندق وفي بان المستلق وفي الحديبية وفي خيبر وفي فتح مكة وفي الطائف وفي تبوك كانت أم سلمة فائقة الجمال وذات نسب رفيع فأبوها زاد الراكب وعرف في قريش أن الذي يسافر معه لا يأخذ معه زاد لماذا؟ لأن أبوها كان يتكفل بزاد من يرافقه من المسافرين لها مواقف عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك موقفها يوم الحديبية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا شعورهم وأن ينحروا هديهم فأبى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا في شوق إلى مكة فدخل على أم سلمة وهو غضبان فقالت ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال أبى الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم فقالت الرسولة اذهب فانحر هديك وأحلق شعرك ثم انظر ماذا يحدث ففعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم فانحر هديه وحلق شعره فلما رأوه الصحابة قد فعل ذلك أقبل بعضهم على بعض يحلقون شعورهم وينحرون هديهم وكان في هذا يعني فكر صائب من دلالة على رجاحة عقلها ورضي الله تعالى عنها ووفور عقلها ونظرتها إلى الأمور بمنظار يعني كما يقال دلالة على قوة العقل فالصحابة كلهم امتثلوا رضوان الله تعالى عليهم لهذا الموقف وفعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هي ابنة عم خالد بن الوليد وهي آخر من توفي من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين وتعد من فقيهات الصحابة كانت صاحبة علم وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 378 حديث اتفق البخاري المسلم على 13 حديثا وانفرد البخاري بثلاثة وانفرد مسلم بثلاثة عشر كان لها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينام معها في فراشها حتى ربما كان التحييد رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنام معه في فراشها وقد دخل جبريل عليه السلام يوما في صورة دحية الكلبي وهو عندها صلى الله عليه وسلم وكانت علاقتها مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جيدة وكانت من دوبتهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر أنه حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنني غيرة شديدة الغيرة ولي ذرية فقال أما غيرتك فأدعو الله عز وجل أن يزيلها وأما أبناؤك وذريتكم فهم في كلأي وفي رعايتي فكانت وافرة العقل رضي الله تعالى عنها وأرضاها تنظر إلى يعني إلى المستقبل كثيرا وكانت تنظر في أحوالها كثيرا ولذلك أوتيت كما يقال رجاحة في العقل وحكمة ظاهرة صفات أم سلمة كما يقال أن كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا وقد تشرفت رضي الله عنها برؤية جبريل عليه السلام عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده وكان بهيئة إنسان وقد عرفت عن أم سلمة العديد من الصفات التي تميزها مثل التضحية والصبر وهذا كان واضح جدا في حياتها مع أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك رجاحة عقلها فكانت أم سلمة سببا في نزول العديد من آيات القرآن الكريم والتي كانت أجوبة على تساؤلاتها العاقلة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له رضي الله عنها وأرضاه يعني لماذا الرجال يكثر ذكرهم في القرآن الكريم أكثر من النساء قالت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لن نصف المراث فنزل قول الله تعالى وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم وبقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا للذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كما روى عمرو بن دينار عن سلمة وهو رجل من آل أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فنزل الوحي بقوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أوضيع عمل عمل منكم من ذكرين أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أيها الأحبة الأفاضل هذه بعض الإشارات السريعة عن هذه المرأة الفاضلة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية رضي الله عنها وأرضاها وكما أسلفنا لها فضائل كثيرة ولها مكان عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهو راض عننا غير غضبان اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وحقق دعاءنا ورجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وآمننا إنك على كل شيء قدير ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل عام وأنتم بخير